فرض الكفاية ينقلب ويصير فرض عين نعم من الأمور المذكورة بحالش إذن نحن للمفرود واجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام العبادات التي يقيموا بها دينة أحكام العقيدة أحكام التصوف السلوك إلى الله تبارك وتعالى تزكية النفس هذا فرض عين على كل شخص كل أحد بقي فرض الكفاية الذي ينقلب ويصير فرض عين كيفاش ما عندما مشكلة فرض الكفاية الذي ينقلب فرض عين هو من تولج في شيء معين يجب عليه تعلق أحكام بحالش شخص سيبيع ويشتري فرض كفاية عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء الفلاح فرض عيني آرهن يتعلم أحكام المسقط المزارعة الإجارة إلى آخرين مثلا الأستاذ المعلم للصبيان فرض عيني آرهن تعلم الأحكام التي يتعامل بها مع الصبيان الموظف التهجير الذي يبيع ويشتري فرض عيني آرهن يتعلم أحكام البيع حتى لا يقع في ما يسمى بالرباء ما تعرفه يقع في شيء هاجا شيء مثالة مني عنها في الشراء إلى آخره وقس على ذلك الموظف الموظف كل في ميدانيا طبيب المحامي القاضي كلهم جميل نعم القاضي يعني فرض علي أن يتعلم أحكام القضاء إلى آخره المهم زي ما نباتي يعني أن كل صاحب تخصص إذا تخصص في شيء ينقلب فرض الكفادة في حقه وفرض عيني نعم يضبط إذا ضبط عمله من يعني بالشراء على وفق الشريعة إذا باع وشراء على وفق الشريعة مثلا إذا باع وشراء على وفق الشريعة